في ورشة صغيرة مغلقة تقع على أطراف المدينة لا زال الكهل الخمسيني محمد الشرفي يحافظ على ذكريات جميلة لم تفارق جدران ذهنه ذكريات تروي قصصا مشبعة بما هو تقليدي كانت تعيشه سفاقس خلال الخمسينات من القرن الماضي وقد احتفظ لنفسه بطرق النقل التقليدي التي كانت متداولة أنذاك فاقتبس المشاهد والروايات وحافظ على صناعة الأجداد للمجرورات بالخيول المجرورات كانت أنواع وأشكال كانت الكريطة الكبيرة يكروا عليها الفيتورة الكارو كبير وكارو صغير الكاروصة متاع العرايس وكانوا وجرادا كريطة كريطة غير باع الغرامة اللي وصلني الهذية نجي مدخول الهذية من الثمينات العبدالله نخدم بديت على الأول بشوية بشوية نخدم مرة جيبائي مرة جيبائي قاعدت نحسن في الخدمة متاعي اللي اللي والحمد لله من فضل ربي معناها واللي التنجم تقول شبه إلا منجوش باش نعمم أما السفاقس كاملة معناها ما ثماش الصناعية متاع الخدمة هذه وفات أخي الصناعية وفات ما ثماش ما يخدم أحد محمد الشرفي يخشى على هذه الحرفة من الاندثار إذ أن الشباب لم يعد يقبل البتة على توارثها فالمشترون في تضاؤل والكلفة باتت مرتفعة ودور الحكومة يبدو خجولا وهذا العزوف دفع محمد الشرفي إلى تلقين ابنه أمير الطالب بالمعهد العالي للرياضة أبجديات الحرفة علّه يبقي على بصيص الأمل قائما لتواصل حرفة الأجداد موسيقى موسيقى نطمح أن نطول خدمة هذه متعبوية وعليش ما تكون مشروع متع سياحة نهاريخة إن شاء الله معاتها الشباب لازم يخدم على روحه إن شاء الله شوية ونقصه شوية من القهوي ونتلهو بالتراث متاعنا ما خليهوش يزيع من بين يدينا وبالنسبة الخدمة هذه وخدمة الحديدة أنا نعرف اللي قالوا عليها أنه لو من سوادها لعلمتها الصلاة لأولادها معاتها راي خدمة سمحة برشة وهيك الحاجة اللي خلتني نتغرم بها فن معاتها ما هيش خدمة للربح المادي ولا حاجة وتتطلب صناعة العربات المجرورة بالخيول خبرة ودراية حتى تستقيم مراحلها والتي تأخذ من الحرفيين وقتا ومجهودا صناعة الكوليس عنا قبل كل شيء وعنى اللوح نصيو اللوح عند النجار يختمنا الوايحات متاعنا نشد نجد الحديد نضموه بالفرجة بالفرجة بالليد باليد ندور ونخطموه الرقل ونحضر وننقبه معناها يمور مريقلا يجيل اللوح كيف كيف ندهن ونخلي على بعضه ننقب ويتولي يمور مريقلا كل شيء يبدأ حاضر جاهز البوانتاج يقول لما تخدمتي كاملة ونعمله معناها الركب الموانتاج كامل يركبه مع بعضه في نهار ولا في نهارين أما الخدمة اللي بها الفايدة هي التحذيرات التحذيرات ثم تدوير الواسط هذا يشد اليد ثم برشة حاجة يشد اليد وأما عن تاريخ الكاليس فيعود إلى زمن دخول الأندلسيين إلى تونس بحسب الباحث في التراث يوسف الشرفي كاليس هو كلمة كاليس كلمة إسبانية كاليزا في فرنسية ما هو كاليش تخلى مع الأندلسيين للبلاد التونسية راج بكثرة في استفاقص راج صناعة واستعمالا لأنه كانت هو وسيلة النقل الوحيدة قبل ما تزحم السيارات صناعة العربات المجرورة بالخيول وغيرها من الصناعات التقليدية اليدوية الكثيرة تواجه اليوم خطر الاندثار والتلاشي إذا لم تقابلها وقفة حازمة من سلطات الإشراف فبناء المستقبل يبقى رهين المحافظة على التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر